اشتركوا في القناة وعهد رئيسي مجلس الوزراء في توحيد الجهود والعمل المشرك في مكافحة الارهاب نعم جاء ذلك لدى حضور سموه النسخة الخامسة عشر لمنتد أسبان للأمن الذي يعقد خلال الفترة من السادس عشر حتى الثامن عشر من يونيو والحالي في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة نخبة من صناع القرار وكبار المسؤولين في الأمن والاستخبارات والدفاع والخارجية وقادة الفكر والإعلام المختلف في دول العالم يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون بين صناع السياسات والخبراء والجمهور لتعزيز فهم أفضل للقضايا الأمنية وتطوير حلول مبتكرة لمعالجتها أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمحتوى الذي يقدمه منتد أسبان والمحاور المتعددة المتعلقة بالأمن الوطني ومكافحة الإرهاب وأمان الشبكات والاستخبارات وسياسة الدفاع والعلاقة الدولية يناقش المنتدى العديد من القضايا في الجانب الأمني والعسكري حيث يمثل عام 2024 لحظة محورية للتمكين الفردي والتعاون الجماعي إضافة إلى استعراض سبل التعاون الجديدة والمبتكر عبر الحكومة والصناعة الخاصة والمجتمع المدني لمعالجة هذه التحديات التي تهدف إلى إرساء الأمان والسلام والإزدهار في الدول خصوصا في ظل التحديات العالمية التي تمر فيها العديد من دول العالم في الوقت الراهن كما أن المنتدى يوفر منصة لصناع السياسات والخبراء والجمهور للمشاركة في مناقشات حول التحديات الأمنية الأكثر الحاحن التي تواجه الولايات المتحدة والعالم يتضمن الحدث عادة خطابات رئيسة وجلسات نقاش ومقابلات مع شخصيات بارزة في مجتمع الأمن الوطني